صحة وسعادة بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يبقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين وأسعد الله ووقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي في هذا البرنامج مستمعين نفتح فاق التواصل معكم لاستقبال آرائكم ولاحظاتكم اقتراحاتكم كل ما من شأنه أن يساهم في تطوير القطاع الصحي في إمارة دبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام أهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون إن شاء الله مليئة بالمعلومة والفائدة التي نخرج بها معكم إلى نمط الحياة الصحي الذي يقين من الأمراض عموما مستمعين أرقام التواصل معنا ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة وأيضا متواجدين معكم عبر حساب نور دبي على الإنستجرام اللي هو نور دبي ريديو طيب نبتدي معاكم حلقتنا بالفقرة التغذوية معانا اليوم أخت هنادي حسني الغبيشة خصائية التغذية العلاجية في هيئة الصحة بدبي بتحدثنا عن تغذية الأطفال لمن يعانون من الأمراض الاستقلابية أول شي صبحت الله بالخير أخت هنادي أثنين شو يعني الأمراض الاستقلابية صباح الخير إليك يا أخ أحمد إليك المستمعين الكرام اليوم إن شاء الله رح نتكلم مثل ما تفضلت عن تغذية الأمراض الاستقلابية أو ما نسميها الأمراض المتعلقة بالعمليات الأيدية هاي الأمراض لها علاقة بالخلل بالتمثيل الغذائي مثلا في الإنسان السليم ممكن يأكل بروتينات كربوهيدرات دهون ويتم تحويل هذه المواد الغذائية في الجسم إلى طاقة بدون أي خلال لكن مثل هذه الأمراض هي عبارة عن أمراض جدا نادرة للحدود وهي أمراض وراثية تنتج عن نقص إنزيم معين مما يؤدي إلى تراكم مثلا ممكن يكون المريض مصاب بخلال في العمليات الأيدية المتعلقة في البروتينات نتيجة نقص إنزيم معين بيشتغل على حمض أميني معين الآن البروتينات بتتكون من عدة أحماض أمينية الآن كل حمض أميني بيشتغل عليه إنزيم معين خلل في هذا الإنزيم بيؤدي إلى حدود خلل في امتصاص وحضم عملية هضم هذا الحمض الأميني وبالتالي يتم تراكمه في الجسم على شكل مواد سامة قد تؤثر على صحة المريض وتؤدي إلى خلال في عمليات النمو وتؤثر على الدماغ وما إلى ذلك من مضاعفات المرض الآن بالنسبة للأطفال هذا بالنسبة للأطفال وهلأ قديما قبل ما يتطور العلم مثل هذه الحالات كانوا يتوفقوا بسبب مضاعفات المرض ولله الحمد يعني ما تطور العلم الآن في المسح الطبي داخل الإمارات تقريبا يعملوا مسح طبي لأربعين من الأمراض الوراثية بالتالي يتم تشخيص مثل هذه الحالات منذ الولادة إذا تم السيطرة عليها تدخل طبي جيد تغذية مناسبة لحالة المريض يؤخر ويحسن من جودة حياة المريض الآن نتكلم عن أهمية ودور التغذية في علاج مثل هذه الأمراض طبعا هذه الأمراض تعتبر التغذية الحجر الأساسي في علاج هذه الحالات فمثلا مثل ما تكلمنا الإنسان السليم ما يعاني من نقص أي من الإنزيمات الموجودة يتم الاستفادة كاملة من المواد الغذائية المتناولة لكن في هذه الحالات قد تحتاج أخصائية التغذية وطبعا باختلف من حالة إلى أخرى حسب الخلل الموجود في الإنزيم مثلا إذا كان خلل موجود في الإنزيمات المسؤولة عن خضم وتحليل البروتينات تقوم أخصائية التغذية بتحديد كمية البروتينات وكمية الأحماض الأمينية المقرر تناولها من قبل المريض بطريقة جدا دقيقة قد تصل إلى جرامات نقوم بتحديد مثلا هذا المريض يحتاج إلى كذا جرام من هذا الحمض الأميني من كمية البروتينات وإذا زاد عن هذا الحد المقرر حتى لو بكمية بسيطة قد تعرض حياة المريض إلى خطر وبالتالي أيضا بالنسبة للكربوهايدرات وبالنسبة لبروتينات هلأ لذا توجب على الأهالي الذين لديهم أطفال يعانون من مثل هذه الأمراض المتابعة المستمرة مع أخصائية التغذية واتباع الإرشادات يعني بالشكل دقيق حتى يحافظوا على حياة الطفل وابقاءوا بحالة صحية جيدة هلأ هاي الحالات كمان إحنا في حالات الطارئة مثلا هم وقت المرض وقت الجفاف أخذ المطاعيم ممكن ترتفع عندهم الحرارة نعطيهم يقوم بتزويدهم برسالة من أخصائية التغذية والطبيب المعالج كيفية التصرف في هذه الحالات إلى حين حضور المريض إلى المستشفى لتلافي مثلا ممكن يدخل المريض عندنا في حالة ارتفاع أمونيا شديدة قد تؤثر على الدماغ هلأ التدخل المبكر من البيت قد يقى الطفل من مضاعفات المرض الشديدة أنا أبغي أسترجع عن التدخل المبكر الحين يعني أبرز الأعراض للأهل ممكن يشوفونها عند الطفل ويشكون أن هذا عنده مرض استقلابي هلأ الأهل قد لا يلاحظوا يعني أو يدركوا أنه هو مرض استقلابي بس قد تكون بشكل عام مثلا نوم الطفل لساعات طويلة فترات طويلة مثلا الطفل بالعادة ممكن ينام مثلا ثلث أربع ساعات متواصلة وبسحى ياخد الحليب ويرجع بينام لكن في هذه الحالات قد تبلغ ست سبع ساعات بدون أن يستيقظ الطفل وهو طفل صغير يعني كل مثلا تقريبا ثلث لأربع ساعات يحتاج إلى رضعة هلأ نوم الطفل المتواصل لساعات طويلة عدم رضاعة الطفل بشكل جيد خمول الطفل عدم تركيزه ما في روايح شي ممكن تطلع هلأ ممكن كمان بعض الروائح قد تخرج من البول هاي كمان بالدل تعرق الطفل قد يكون له رائحة هلأ وأكتر شي ممكن يعني التشخيص الدقيق بيكون عن طريق الفحوصات المخبرية اللي بتم عملها أول ما ينولد الطفل مثل ما قلنا قبل أنه حاليا في الإمارات في المفح الطبي لأكتر تقريبا من أربعين مرض من هاي الأمراض ضمن نظام الفحص المبكر نظام الفحص المبكر نحن شكري للتشستاذ هانادي حسني الغبي شخصية تغذية العلاجية في هيئة الصحة في دبي كانت تحدثنا عن تغذية الأطفال الذين يعانون من الأمراض الاستقلابية هذه مسألة واحد مهمة مستمعين خاصة يعني لأولياء الأمور وللأم بالتحديد يعني هناك الكثير من المؤشرات للكثير من الأمراض لا قدر الله إذا ما تم الانتباه لها مبكرا قد تساهم في علاج الطفل بشكل كبير عشان شي سووا هذا البرنامج عندنا في هيئة الصحة في دبي برنامج التدخل المبكر في مجموعة كبيرة من الفحوصات للأطفال وهذه ضمن الاستراتيجية الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة اللي أطلق سيدي صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي وأيضا المتابعة والتوجيهات من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم بضرورة يعني إعداد مثل هذه البرامج نحن الآن نتحدث عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع طيب هيئة الصحة بدبي معظم المبادرات وعندنا يعني في الاستراتيجية الجديدة عندنا محور كامل يعنى ببرامج ومبادرات الوقاية فلازم نركزها على هذه المسألة مستمعين الوقاية خير من العلاج عندك الكثير من الأمور إذا ما اتبعت فيها النمط الحياة الصحي أنت بتاقي نفسك من وائد أشياء وفيه برامج ثاني اليوم يعني ما نتكلم عن كذلك برنامج إن شاء الله مع سير الحلقة عن خدمات مركز دبي لدم الحبل السري وهذا المركز مهم جدا لأنه يعنى بتخزين الخلايا الجدعية المستخلصة من دم الحبل السري طيب ما نطلع فاصل مستمعين بعد الفاصل إن شاء الله ما نتواصل صحة وسعادة أسعد الله ووقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة هذا البرنامج الذي تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي طبعا مستمعين متواصلين معاكم الآن عندنا عبر الهاتف دكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي هذه المؤسسة التي تعنى بمجال العمل الخيري والإنساني لها العديد من الإنجازات على الصعيد العالمي في علاج عيون المحتاجين والفقرة هي مبادرة من المبادرات الإنسانية لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس وزراء حاكم دبي اليوم المؤسسة مع هيئة الصحة بدبي توقعان اتفاقية لتعزيز أوجه التعاون المشترك بينهما في مجال العمل الخيري والإنساني أوشي صبحك الله بالخير دكتورة صبح النور حلو سهلا الحديث عن مؤسستكم جميل جدا لأنه من المؤسسات العالمية التي نفخر بها حقيقة ولكن اليوم هناك تعاون ما بين هيئة الصحة بدبي ومؤسسة نور دبي الخيرية خلينا نتكلم عن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها إن شاء الله بداية أشكركم على اهتمامكم ورحب بالمستمعين مؤسسة نور دبي هي إحدى مبادرات فاحب السمو الشيخ محمد بن راشدة المكتوب وهي مؤسسة خيرية غير حكومية وغير ربحية تختص بمجال مكافحة العمى أو التقليل من أسباب العمى عالميا طبعا المؤسسة لها عدة برامج من بينها اللي تقوم بالعلاج المصابين بالإعاقة البصرية أو الوقاية من الأمراض في الدول اللي يتواجد فيها الأمراض اللي قد تسبب العمى إذا لم يتم الوقاية منها أو علاجها غير عن هذا بعد المؤسسة يعني حريصة على أن نتقدم برامج الصحة العامة اللي تخص رعاية البصر أو الإعاقة البصرية وأيضا نقدم التمرين والتدريب والتوعية الصحية في بعض المناطق اللي تحتاجها اليوم إن شاء الله رح يكون عندنا توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الصحة في دبي كون هيئة الصحة في دبي عندهم إمكانيات أن يوفرون لنا أو لمرضان المقيمين في دولة الإمارات العلاج اللي لازم عبر مستشفياتها وعياداتها فنحن نقوم بالتعاون معهم لإجراء العمليات الفحوصات أو توفير العلاج لبعض المرضى المقيمين في دولة الإمارات واللي ما عندهم التأمين الصحي اللي يغطي أمراض العيون أو الغير قادرين على دفع هذه التكاذيف فيكون فيه برنامج سنة وإحنا بدينا من سنتين نغطي فيه تقريبا ما يعادل فوق الميتين أو ثلاثمائة مريض طبعا تكلفة السنة كاملة تكون على المؤسسة فوق المليون درهم ودلها الحمد يعني أغلب المستفيدين من هذا البرنامج هم المرضى يا أما أطفال أو كبارسن أو الأكثر يكونوا المرضى المصابين باعتلال الشبكي السكري اللي ينتج عن الإصابة بمرض السكري طيب دكتور أنا بس أبغي أركز على مسألة توفير العلاج اللازم للمحتاجين شو الشروط اللي يعني يجب أن تتواجد للمستفيدين من هذه الخدمات للمستفيدين من الخدمة التي هي الشراكة ما بين نور دبي وهيئة الصحة في دبي لازم أن يكون يعني مقيم في دولة الإمارات لأن الذن الأولوي للمقيمين بس ليس شرط يكون يعني مقيم في إمارة دبي أي إمارة في دولة الإمارات ولازم يكون أنه يحتاج فعلا العلاج لأن نحن نقوم بتراسة الحالة الاجتماعية لكل متقدم على الطلب ونتأكد أنه فعلا غير قادر على تحمل تكاليف العلاج أو لا يملك التأمين الصحي اللي ممكن يدفع عنا تكاليف هذا العلاج وأيضا يكون التقديم على العلاج عن طريقها أما عن طريق المريض بصفة شخصية أو عن طريق التحويل من طبيبة أن يتواصلون معنا في مؤسسة نور دبي أو حتى يتواصلون مع مستشفى دبي لأن الأطباء اللي في مستشفى دبي طباء العيون عندهم الإمكاني أن يتواصلون إلينا كمؤسسة لطلب المساعدة هذه طبعا يتوجب على المرضى أن يقدم تقرير طبي يذكر في كيف نقدر متواصل معه والحالة الماضية وشو كان العلاج اللي هو مقترح عليه من أي طبيب سواء داخل الدولة أو خارج الدولة في بعض الحالات نحن نطلب أن يتم إعادة الفحف المريض في مستشفى دبي أو في أحد المراكز الرعاية الصحية الأولية التي تتبع له هيئة الصحة في دبي للتأكد من التشخيص والتأكد من العلاج اللازم وبعدين نحن نقوم بالتعاون مع هيئة الصحة لتغطية تكاليف العلاج جميل إذن التواصل يكون من خلال التواصل معكم مباشرة دكتورة في مؤسسة نور دبي أو من خلال مستشفى دبي في أرقام معينة واحد ممكن أن يتصل عليها دكتورة إذا تحضرت الأرقام هو عن طريق المستشفى الذي هو مركز الاتصال الموحد أو بالحضور للعيادة أو بإرسال التقارير الطبية عن طريق البريد الإلكتروني سواء للمستشفى أو لمؤسسة نور دبي فممكن اللي هو المستفيد من هذه المبادرة أن يتواصل معنا بأي طريقة هو حاب لكن واحد من أهم الشروط دائما نحن نذكرها أنه لازم يكون عند إقامة في دولة الإمارات لازم تكون عند إقامة في دولة الإمارات في الرقم كان عندكم دكتورة 806-33 هذا الرقم هذا المباشر لمؤسسة نور دبي أما للمستشفى فممكن التواصل عن طريق 803-42 أيها اللي هو خاص بهيئة الصحة جميل دكتورة يعني أنا أدري أنت مشغولة وكذا وعندتش أكثر من شيء ولكن أنا بس أبغي دائما أستغل للفرصة لما نتواصل معاك فيما يخص بمؤسسة نور دبي أحب دائما أن نوجه رسالة إلى يعني محبي العمل الخيري اللي هم كثر حقيقة أن عملية التبرع للمؤسسات الخيرية أبغي أعرف أول شيء عشان أنقذ عين شخص واحد كم التكلفة اللي بتكون علي هذا واحد أو أني أنا سوي لنا الضارة مثلا الثنين دكتورة كيف ممكن أني أنا أتبرع لمؤسسة نور دبي الله أشوف عمل الخير ما فيه يعني ما نقدر نحدده بسعر معين ولكن نحن من تجاربنا ومن المخيمات اللي نجريها خارج الدولة يعني شفنا أني كلفنا عملية مياه البيضاء الوحدة تكلف تقريبا أربع دولارات يعني المبلغ جدا بسيط لكن الاستفادة منه شيء كبير يعني أنت تنقذ شخص من العمل بأربع دولارات ومو بس شخصا تنقذ عائلته كلها أصلا المجتمع كل يستفيد المجتمع كل يستفيد لأننا نحن يعني لله الحمد نحن دولة صديقة لأصحاب الهمم وعندنا مبادرات كثيرة لأصحاب الهمم لكن الدول الأفريقية والدول الآسيوية اللي هي محتاجة عادة ما يعامل الشخص اللي مفاب بإعاقة بصرية أو غير بصرية يكون مثل ما تقول عائلة على المجتمع ككل أو على عائلته فيكون منبود صحيح وهذا المرض يعني ممكن الواحد يتعالج منه يعني هو مش مجبور أن يعيش هذه الإعاقة عمره كله يعني هو قادر أن يتعالج منه لكن الساعات تكون الإمكانيات محدودة عندهم أو الوصول للطبيب المعالج ما يكون ممكن وحسب الإحصائيات أن 90% من المعاقين بصرية أصلا موجودين في الدول النامية وتقل أعمارهم عن 15 سنة بضب و80% منهم ممكن علاجهم يعني ممكن أنهم يطلعون من هذه الإعاقة البصرية لو توفرهم العلاج في الوقت المناسب في المكان المناسب فأربع دولارات يقدر الواحد ينقض شخص من العمى وينقض مجتمع كامل من العبء اللي ممكن يسبب لإياه الشخص هذا غير عنها إحنا عدنا سبل وايد للتعاون مع نوردبي أو لدعم برامج نوردبي ممكن بطرق إلكترونية ممكن عن طريق الرسائل النصية أن الواحد يرسلها بالأسامس ممكن عن طريق الوبسايت نفسها في عدنا خاصية للتبرع ممكن تحويلة بنكية وحتى لو الشخص ما حابب أن يتبرع بالمال ممكن يتبرع بالجهد أو بالوقت عن طريقة تطوع عياننا في مؤسسة نوردبي أو دعم مؤسسة نوردبي نحن عدنا ما شاء الله البرنامج الصيفي اللي يتقدم هيئة الصحة ستبين يستفيد من الشباب في الفترة الصيفية أثناء إجازات المدرسة النميون يطوعون عدنا يساعدوننا في الأمور المكتبية في نوردبي وفي عدنا بعض متطوعين يسافرون معانا للتنظيم تنظيم المخيمات أو تنظيم البرامج اللي هي خارج الدولة فدعم المؤسسات الخيرية وبالأخص نوردبي ما يقتصر فقط على دفع الفلوس يعني الواحد ممكن يتطوع ويتبرع بماله أو بوقته أو بمجهوده وكل إن شاء الله عند الله خير إن شاء الله تعالى إذن هذه الدعوة نوجهها لكم مستمعين لمساهمة بالتبرع لصالح مؤسسة نوردبي لأن الجهود اللي يقوموا بها جهود كبيرة جدا يعني ما شاء الله عليكم دكتورة في باكستان حققتوا أرقام كبيرة كبيرة في بنجلادش يعني كان فيه رقم قياسي 153 عملية استحلاب عدسة العين هذا كان مخيم واحد نحن الحمد لله يعني بالفضل من رب العالمين والقيادة الرشيدة ودعم مجتمع الإمارات لنا قدرنا أن نحن نساعد 27 مليون شخص لنا الحين الحمد لله وإن شاء الله نحن الأسبوع الياي متواجهين لبنجلادش في عدنا برنامج خاص للاجئين الرونجا اللي متواجدين في بنجلادش فبيكون لهم يعني برامج خاصة بيهم بالوضع اللي هم في بالقاية من العمل وإن شاء الله بعد في عدنا برنامج في في نيجيريا وبعد في بنجلادش برنامج ثاني لدعم البنية التحتية للمستشفيات اللي عندهم أن نخليها أكثر تقبل حالات لعمليات العيون فالله الحمد لدينا برامج اللي هي المخيمات العلاجية وفي عندنا بعض برامج لدعم الوزارات الصحة عندهم لرفع مستوى العلاج في مستشفياتهم ممتاز جدا إذن البرامج ممتدة سواء دوليا وحتى في دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقية إن شاء الله سوف تعود بالخير على الكثير من المستفيدين إن شاء الله اللي مقيمين في دولة الإمارات واللي يعانون من بعض المشاكل البصرية الآن هناك تفاقية تعاون ما بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة نور دبي الخيرية نتمنى لكم التوفيق فيها دكتورة وشكرا على وقتك شكرا جزيلا دكتورة شكرا لإهتمامكم شكرا إذن كانت معنا الدكتورة منال تريم المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة مؤسسة نور دبي كانت تحدثنا عن توقيع اتفاقية تفاهم بين هيئة الصحة في دبي ومؤسسة نور دبي على ضوء هذه الاتفاقية سوف يتم مستمعين علاج المرضى المعوزين يعني اللي عندهم مشاكل في عيونهم سيتم علاجهم إن شاء الله مجانا يعني مبادرة جميلة جدا وهذه تعكس أوجه يعني المسؤولية المجتمعية ما بين هيئة الصحة في دبي وغيرها من المؤسسات الخيرية اللي حقيقة أحيانا ممكن يكون التأمين ما يغطي بعض الشغلات أو شيء يعني هذه من ضمن الاتفاقيات وإن شاء الله بحاول لسبوع الياء إذا قدرت أتواصل مع الأخ سالم باللاحج ما نتكلم عن وايد مبادرات خيرية تقوم بها الهيئة وتعطي فيها الهيئة الكثير من الجهد لتطبيقها وذلك لتعويض بعض الشغلات اللي أحيانا تعرفون تكاليف العلاج تكون غارية وتكسر ظهر الواحد فنحن في بلد الخير في دولة الإمارات يعني تعلمنا من زايد الخير العطاء فهذه من ضمن المبادرات اللي مطروحة في هذا المجال عمويا ما نطلع فاصل سريع بعد الفاصل موضوعنا وايد جميل ومهم ما نتكلم عن خدمات مركز دبي لدم الحبل السري هذا المركز اللي عنده فيه وايد خدمات جميلة وايدين ما يعرفون عنها للأسف ليش تضحك يا ريسى أحمد سلام شو يبغي ها أحمد سلام وين رايح رجع رجع زي عموما فاصل وبعد الفاصل بتكون معنا الدكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة استغطاب المتبرعين وباحة كلينيكي أول بمركز جبي لدم الحبل السري فاصل وراجعين صحة وسعادة سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام وحياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة أرقام التواصل معنا مستمعين ستة صفر صفر خمسة خمسة واحد أربعة واحد أربعة أو عن طريق الرسالة النصية على أربعة صفر صفر ستة موجودين معاكم لايف عبر حساب نور دبي على الانستغرام نور دبي راديو عموما موضوعنا اللي ما نطرحها الحين إذا حابين تشاركونا مستمعين على الأرقام اللي ذكرناها موجودة معنا لنيكي أول بمركز دبي لدم الحبل السري مركز دبي لدم الحبل السري والأبحاث واحد من المراكز التخصصية المتميزة جدا في هيئة الصحة بدبي يقوم بجمع وتخزين الخلايا الجذعية المستخلصة من دم الحبل السري والاستفادة منها في علاج العشرات من الأمراض الوراثية وأمراض الدم المختلفة نحن نتكلم عن المركز وبرامجه التثقيفية مع الدكتورة فاطمة أول شي دكتورة صبح شرلا بالخير بنورتنا في الستوديو وأيضا نبغي نتحدث عن إذا تعطينا فكرة عامة عن خدمات المركز مركز دبي دم الحبل السري والأبحاث تم فتاحه في 6-6-2006 من مكرمة مسيخية من شيخ محمد وطبعا هذا المركز صالها حين فوق 11 سنة وطبعا فيه ممكن الأم الحامل أنها تتبرع بدم الحبل السري للآخرين أو ممكن أنها تخزن دم الحبل السري للاستخدام الشخصي فطبعا تخزين دم الحبل السري للاستخدام الشخصي في مبلغ مالي 9000 درهم يتم دفعها دفعها وحدة أما بالنسبة للتبرع هو أم مجاني بس لازم الأم تكون طبعا في معايير معينة لقبول الأم للتبرع أو تخزين دم الحبل السري نعم طيب شو هي الإجراءات اللي تسوون إجراءات التسجيل لدم الحبل السري طبعا إجراءات التسجيل نحن طبعا الآن بسطنا هاي الأمور وايد يعني مش لازم الأم تيت زور مركز دبي دم الحبل السري عشان نستجل لحق الدم الحبل السري نحن حين عدنا نيرسات متواجدين في مستشفى لطيفة وعدنا في مستشفى دبي ممكن يسجلون لأمهات الحوامل المتواجدين هناك وحتى يقدموا لهم بعد مواد تثقيفية عن أهمية التبرع وتخزين دم الحبل السري وإذا الأم حابة طبعا تزور المركز ممكن تزور المركز هي وزوجها ساعة الزوج يكون يعني عندها انترست يعني بيعرف يعني كيف المركز وين يتم التخزين جميل فممكن أن يزور المركز هذا على طهر الزوج هنا فيه واحد يسألني شو فواهده ولازم من الحامل وحاط علامة السفاق خلينا نتكلم شو هو دم الحبل السري وشو هي الاستخدامات بعد التخزين طبعا دم الحبل السري هو الدم المتبقي في المشيمة يعني قبل زمان أول كان يرمون المشيمة ما حد كان يعني لأي أهمية هذه المشيمة لكن حاليا من تقريبا 20 سنة تم اكتشاف أن هذه المشيمة تحتوي على خلايا جذعية ممكن تعالج أكثر من 80 مرات ونفس الخيال الجذعية الموجودة في دم الحبل السري هي موجودة في نقاع العظم فبعد الولادة يتم سحب دم الحبل السري من المشيمة عن طريق الحبل السري طبعا بعد الولادة مباشرة يعني ما في لا ألم مصاحب للأم أو للطفل أن الطفل خلاص ينولد يتم فصلها عن الأم والمشيمة بعدها تكون في الراحم فيتم سحب دم الحبل السري من الحبل السري الموجود والمتصل بالمشيمة فعبارة عن 10 دقائق أخ محمود يعني جدا بروسيجر ويد يعني بسيط وفعلا الجاذبية الأرضية الدم يتم نقلها في كيس التجميع يعني ما يشكل أي خطر على الأم أو الطفل ما في أي خطر ولو في مثلا الأم كان يصاحبها بعد الولادة نزيف أو شيء طبعا ما بيسحبون دم الحبل السري الاهتمام الأول بيكون الأم والطفل إذا فيه مشاكل في الولادة طبعا يسحبون في حالة أنه ما في مشاكل ما في شيء يعني يتم سحب دم الحبل السري بعد الولادة طيب أنا هنا أبغي أتكلم بعد عن الجهود اللي أنتم تقومون فيها بالمركز لتوعية وتثقيف الأمهات بأهمية الخلايا المستخلص تذكرت يعني قد يساهم الاحتفاظ بهذا الدم بعلاج الثمانين مرض يعني حتى الآن يمكن زيادة مع الاستشافات القادمة والبحوث والدراسات المستقبلية فأهمية الخلايا المستخلصة من دم الحبل السري كيف توعون المجتمع بهذا الشيء؟ طبعا نحن هذا من أهم الأشياء التي هي التوعية أهم الأشياء ومن أصعب الأشياء التي تعتبر أن توعية المجتمع في ثلاث فئات نحن نركز عليها في المجتمع عندنا الكادر الطبي جدا مهم الكادر الطبي تم توعيته عن أهمية الحبل السري عندنا العائلات اللي هي الأم والأب والعائلة نفسها والطلاب المدارس والجامعات بعد نحن نركز عليهم ونواعيهم عن أهمية دم الحبل السري ولاحظنا في الفترة الأخيرة كلما تمت التوعية في البدايات يعني قبل مش فقط تكون توعية في المستشفى يعني لو بدنا من المدارس والجامعات يعني تكلمنا عن دم الحبل السري أفضل بكثير يعني من أن وقت المستشفى الواحد يتم التوعية عن دم الحبل السري فحمد لله يعني الجهود الحين قاد يعني حاولنا الغطي يعني هاي السنة سرنا جامعة شارجة مع التعاون مع جامعة شارجة والطلاب الطب السنة أولى طبعا عطينا محاضرة عن أهمية دم الحبل السري حق فئة الطلاب السنة أولى 168 طالب غطينا هاي السنة في جامعة شارجة الحمد لله وعناهم عن أهمية الحبل السري فتشوفوا متحمسين البنات والأولاد متحمسين أن يعرفون عن الحبل السري وأهمية هني واحد كاتب يلا كل حامل قريب تولد ستتبرع بدم الحبل السري الفكرة أن دم الحبل السري بعد الولادة نعم يتم أخذه من المشيمة هي بس لازم موافقة الأم لازم موافقة هي يعني تحتفظ فيه وفيه 9000 درهم قاعدين يتكلمون 9000 درهم يعني ممكن إذا هيد فكر أن تحتفظ بهذا بالخلايا وبدم الحبل السري ممكن أن نتوفر كل شهر من شهور الحمر ألف وتقدر يستمونه لكن هنا سبحان الله هذه نقدر نقول قدرة رب العالمين أنه أحيانا نتعجب منه هذه كانت من المخلفات الطبية كانت ترمى مثل ما ذكرتي في بداية اللقاء يعني اليوم قاعدين نعالج 80 مرات سبحان الله أمراض كبيرة يعني ومزمنة قد تكون عطينا فكرة عن بعض الأمراض التي ممكن نعالجها من خلال دم العالم أمراض المتصلة بالمناعة هذه كلها أمراض تعالجها دم الحبل السري والمركز نحن عالج 17 مريض ومن الحالات هذه اللي عالجها المركز هي لوكيميا أكثر شيء والثلسيميا والأنيميا المنجلية طبعا الحالات اللي تعالجت في المركز طبعا نحن مجرد بنك نخزن دم الحبل السري ولكن في حالة احتياجه للزراعة نرسل دم الحبل السري لمستشفى الزراعة اللي تختار الأم باتفاق مع الطبيب طيب لنا الحين الريائي المو مستوعبين كيف تم عملية التبرع هذه الأسئلة اللي قاعدين يسلونها دكتورة خلينا نتكلم كيف يتم التبرع بدم الحبل السري حين التبرع بدم الحبل السري مثل ما نحن قلنا أو ممكن الأم تتبرع فيه للآخرين وهو مجاني أو يتم تخزينها لكن طريقة السحب وهو وقت الولادة بعدما الطفل ينفصل عن المشيمة مباشرة مباشرة بعد الولادة يعني قبل خروج المشيمة طبعا بعدما ينفصل للطفل عن الأم وعبارة عن هذا الحبل السري المتصل بالمشيمة والمشيمة تكون بعدها تاخل الرحم يتم تعقيم الحبل السري وعبارة عن أبرة بسيطة نهايتها كيس تجميع هذه الأبرة تدخل في الحبل السري يعني لا ألم للأم والأم للطفل وبفعل الجاذبية الأرضية الدم يتم ينسحب الدم من المشيمة عبوراً بالحبلة السري إلى كيس التجميع في خلال ثمان عشر دقائق يكون الكيس طبعاً مجمع في الدم لكن طبعاً كمية الدم يعتمد على حجم البيبي يعني كلما البيبي كان أكبر مثلاً أربعة كيلو لأن المشيمة بتكون أكبر فالدم بيكون أكثر فبنقدر نسحب أكثر دم وكلما كان الطفل يعني كيلوين ولا كيلو سبعمائة جرام احتمالية كبيرة أنه يتم ربض العين لأن المشيمة بتكون صغيرة فالدم اللي فيه بيكون أقل فالخلايا الجرعية بتكون قليلة دم الريال ترى ما لا علاقة بهذا الموضوع نا لا هي بخاطل الأمر عموماً دكتورة يعني بس أبغي أذكر بأرقام التواصل معناً لعنده أي استفسار حول هذا الموضوع موجودين أنا معكم عندنا تقريباً عشر دقائق بعد كذلك مستمرين في الحوار على 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006 كيف يتم تحضير عينات دم الحبل السري في المختبر دكتورة؟ طبعاً نحن المختبر في مركز البيديا من الحبل السري بعد ما توصلنا العين من مستشفى الولادة طبعاً يتم فصل الخلايا الجرعية العين اللي توصلنا فيها كل شيء يعني الخلايا الدم كلها لكن نحن اللي مهتمين فيه اللي هي الخلايا الجرعية طبعاً هو عبارة عن جهاز أوتوميتد يعني فل معقم في مكان مسكر ويتم فصل الخلايا الجرعية باستخدام هذا الجهاز بعدين هاي الخلايا الجرعية يتم تخزينها في الحاضينات النتروجينية لمدة 30 سنة في حالة الأم تحتاج للزراعة نقوم بفحص التطابق النسيجي وهو تقريباً مبلغ 2000 درهم يتم دفع على ذاك الوقت ونفحص لها التطابق النسيجي لهو مدى تطابق الطفل مع المتبرع فإذا فيه تطابق نسيجي فممكن الأم تستخدمه للزراعة وتختار المركز الزراعة اللي هي حابة تزرع فيه مثلاً إذا كان سواء كان أمريكا أو بريطانيا أو الهند طبعاً عندنا في الأردن بعد في حالات ناجحة عندنا في الأردن فهذا اخترنا ونحن طبعاً على حساب المركز نشحن العينة لمراكز الزراعة هذا قبل نحن كنا نسمع أن يروحون يخزنون الخلايا هذه خارج الدولة يعني كان فيه دول معينة يخزنون ولكن في هيئة الصحة الموضوع أضمن والشفافية أكبر دكتورة خاصة أحياناً أنتوا ترفضون تخزين بعض العينات الأسباب الممكن تأدي لرفض هذا التخزين وبعد ما دفعت 9000 درهم هل بترجعوا لبيزاتها أم لا شو سووا بالضبط؟ طبعاً نحن عندنا معايير عالمية عشان نقبل أو نرفض العينة طبعاً عشان طبعاً نقبل العينة لازم تكون خالية من أي شي ممكن يلوث العينة وطبعاً تكون كميتها كافية والخلايا الجذعية طبعاً خلايا جذعية حية فهي كلها أسباب لقبول العينة وطبعاً في حالة رفض العينة يتم استرجاع مبلغ 8000 درهم وفقط 1000 درهم اللي هو كيس التجميع اللي لا يتم استرجاعها لكن مبلغ 8000 هو يدينا الضيقون يوم نقولهم أن العينة تم رفضها يعني بس الحمد لله يعني عندنا مصداقية في المكان إن إذا العينة نعرف أنها ما تنفع للزراعة يتم استرجاع المبلغ عشان في المرات الثانية إذا الأم تفكر أنها تحمل إن شاء الله يكون تخزن معانا المرة الثانية إن شاء الله تعالى نأخذ مكالمة دكتورة يا هلا نتعرف عليك وتفضل سؤالك أستاذ محمود السلام عليكم يا هلا يا هلا عبد الرحمن وياكم كيف؟ يا حياك الله يا عبد الرحمن تفضل يسير الله أحبكم أنا رحب بالأخت الضيفة الله أكبر موضوع دمين ونظر لله كانت من المبادرات بموضوع التبرع أنا أسأل هل كل دم يصحب من أي مشيمة يعالج أي مرض لأشخاص آخرين إذا كان هذا يحصل ما فائدة التخزين هل ماذا تخزين المرأة لدم المشيمة التي تعلقها هل ممكن يخدم مريضة بشكل أفضل أنه ما الفائدة المجدية لموضوع التخزين الشخص واضح شيء ثاني بعد عبد الرحمن شكر الله لك يا أخي سؤالك جميل جدا ويمكن نحن جوابنا على جزء من هذا السؤال في الحوار لكن ما في مانع أننا نحن نعيد هذا هل كل دم يسحب دكتورة كايدة عبد الرحمن ومفيد وشو هي فائدة التخزين إذا أننا ممكن يخدم يعني متبرعين آخرين بالنسبة للسؤال الأول هل كل دم يسحب دم مفيد طبعا لا لماذا؟ لأن مشكلة الأم لها معايير أنها تتبرع بدم الحبل السر لمساعدة الآخرين لازم تكون الأم يعني في معايير معينة لقبولها للتبرع يعني تكون مثلا ما فيها أي من الأمراض المعدية ما فيها مثلا مرض مثلا حتى لو كانت تاخذ برس سكري أو مثلا الأم كانت يعني مثلا ناقلة دم في فترة الحمل ممكن تتبرع أو إذا كانت حامل بالتوأم بعد ما تقدر تتبرع للآخرين ليش؟ لأن تكون الكمية قليلة البيبي يكون ويت صغير فكمية الدم قليلة كم الكمية يعني اللي أنتم تأخذونها دائما؟ نحنا نحتاج عشان نقبل العينة حق التبرع مليونين خلية شرحية قاسم يكون عندنا يعني فعشان شي يعني المتبرع ما نقدر ناديم الثاني يقولها تعالى تبرع يعني فشانتينا نتأكد أن المعايير تكون عالمية وعالية في قبول العينة بالنسبة لكل شو فائدة التخزين طبعا نحنا نشجع الأم اللي تخزن دم الحبل السري اللي عندها حالات في العائلة يعني أنا عندي طفل مريض ثلاثيمية وضروري أني أحمل عسب شو أني أقدر أعالج هال المريضة اللي عندي ففي حالة أني أنا حملت وطلعت طفل سليم وما عنده أي أمراض وصارت حالات طبعا 17 حالة اللي تعالجت عندنا هي من التخزين الخاص جميل والتبرع العام أنه كده تتبرع والدخل في سجل المتبرعين وطبعا في حالة في حد متطابق معه يستخدم العينة لكن تطابق النسيج الأكبر للتخزين الخاص لشنتينا الأموهات اللي عندهم حالات في العائلة دائما نشجعهم ليش ترمون العينة يعني إذا أنتوا عندكم حالة في العائلة بالعكس الاحتفاظ فيه يكون فرصة كبيرة جدا لعلاج كثير من الأمراض الموجودة في العائلة هنا واحد يسأل إذا يفيد فيه علاج اللوكيميا بشكل نهائي جدا طبعا علاج اللوكيميا طبعا لأن اللوكيميا يعتبر من أمراض الدم فهو طبعا علاجه 100% يعني نهائي العلاج فيه لكن يعتمد شو المرحلة اللي هو واصل فيه الطفل أو الكبير يعني دائما النجاح أكثر عنده في الأطفال لكن هل مرحلة اللوكيميا اللواصل فيه ستيج 4 ولا ستيج 3 ولا ستيج 2 طبعا كلما كانت مرحلة بداية كلما كانت استجابة العلاج أسرع ما شاء الله دكتور أنتم المبلغ هذا صار له ثابت على مدى سنين يعني أنتم ما نزلتوا عليه أو ما نضفتوا عليه أي شيء يعني مثل حوائد الشياس يزيدون رسوم ما شاء الله علينا لكن هنا أنتم ما شاء الله يعني أبغي أتكلم عن تفاصيل هذا المبلغ اللي يدفعونه حد من الناس يشوفوا يعني مبلغ كبير 9000 درهم طبعا 9000 درهم أنا أعتبره يعني مبلغ رمزي لأنه هو يشمل تسجيل وفصل الخلايا الجديدة كم سنة تتخزنونه 30 سنة 30 سنة وما نأخذ أي شيء يعني بشكل سنوي يعني في جهات ثانية مثلا يدفعون الأمهات بشكل سنوي يعني نحن لا هي هاي دفعة واحدة تندفع وخلاص بعدين حتى لو شحن العينة ما نطلب من الأم أنها تدفع مبلغ إضافي عشان نشحن العينة نشحنها بعد على حساب المركز للدول الخارجية ما شاء الله عليكم إذن هذه خدمات مهمة يجب على المرأة أن تعي أهمية أنها تخزن دم الحبل السري ويعني المسألة موضوع فلوس على كثر ما هي يعني أنت قاعد تستثمر للمستقبل آخر سؤال عندي دكتورة يعني في حال إذا الأم ما اقتنعت بعملية التخزين شو تسوى طبعا نحن ساعات يكون نحن سوينا سرفيز ووزعناها أن نشوف يعني من أهم الأشياء اللي سويناها خلال آخر سنتين أن ندرس شو الأشياء اللي تشجع الأم على التبرع أو التخزين وشو الأشياء اللي يمنعها من التبرع أو التخزين فاكتشفنا أنه بالعكس الكل حاب يتبرع يعني إذا كان عنده معلومات كافية عن شو دم الحبل السري يعني كل الأم تتمنى أنها تعرفة أنه شو الشيء اللي يعني هل ممكن هذا الدم سحبة يأذيها أو يأذي الطفل منها تقولها أنها لا يأذيها ولا يأذي الطفل بالعكس يساهم في تطوير المجتمع وعلاج الناس اللي حالات عنده في المجتمع تشوف الأم بتساهم بشكل كبير أنها تتبرع بدم الحبل السري يعني مجرد أن عدم العلم بالموضوع هو العائق الكبير لأن الأم منها تتبرع أو تخزن دم الحبل السري هناك سؤال يقول هل تستقبلون حالات من دول مجلس التعاون ولا بس من الإمارات من ناحية التبرع الحاليا تبرع فقط في الإمارات ومختصر على مستشفى لطيفة ومستشفى ديبي أما التخزين بس فقط أن الأم لضرورية تكون موجودة في الإمارات تولد في الإمارات تولد في الإمارات مبشر جنسية إماراتية لكل المقيمين والمبلغ نفس الشي سواء كان مقيم أو غير مقيم وواطن أو غير مواطن يدفع 9000 درهم كم طاقتكم التخزينية هذه بمعنكم أنتم يعني قاعدين تستقبلون يعني كم الطاقة التخزينية وكم حجم العينات التي تأخذونها يعني ما شاء الله الآن لدينا 7000 عينة مخزنة في مركز إبيديا من الحبل السري ونحن ما ننظر للعدد ننظر للنوعية نوعية يعني جدا مهم يعني عندك أنت ممكن تخزن عدد كبير لكن النوعية تكون غير صالحة للزراعة عشان شي نحن عدنا معايير عالمية كبيرة أن اختيار العينة أن تكون بنوعية عالية عشان في حالة الأم حتاجتها للزراعة تكون فيها خلايا جذعية حية وكميتها كافية لاستخدامها للزراعة وعدنا طبعا في مركز إبيديا من الحبل السري نحن نخزن في المركز نفسه يعني ما نحتاج نشحن العينة خارج الدولة عشان يتم تخزينها عدنا حاضينات نتروجينية متوفرة في مركز دبيدة من الحبل السري والأبحاث والرحب بالأمهات النذل اللي حابين يشوفون المكان ويتعرفون على المكان ويشوفون الخدمات الموجودة لعكس نرحب فيهم ويزورون المركز عسب أن يأخذون راحتهم يشوفون المكان ويسؤون الأسئلة ويتأكدون أيضا من جودة التخزين نحن ندعو أن هذا مركز حكومي ويعني الشفافية وضمان أن تكون المسألة يعني مخرجة بجودة عالية خاصة توحين بتأخذون الاعتماد إن شاء الله يا رب اعتماد دول يحاول الإجراءات الموجودة عندكم دكتورة فإن حالة أتمنى لكم التوفيق وصلنا ختام حلقتنا كان ودي أقولك حتى كلمة أخيرة ولكن ما أدري عيسى تسمح لنا حك كلمة أخيرة لا قولي دكتورة شو كلمة أخيرة الكلمة الأخيرة ثواني بس أن نشجح كل أم إنها تخزن دم الحبل السري للعلاج الحالات اللي عندها في حالة ما تعاني أي أمراض بالعكس ستبرع بساعد كثير من الأطفال اللي محتاجين متبرع إنه يتبرع بدم الحبل السري صباح الخير هل يخلط مع كل دم حرمة والدة أم كل واحد بروحة لا طبعا كل واحد بروحة وفي اسم وليبل اسمه ويتم هل يمكن الاستفادة من الحبل السري للأب والجد طبعا إذا كان في تطابق نسيجي ممكن دكتورة فاطمة الهاشمي رئيس وحدة استقطاب المتبرعين وباحة كرينيكي أول بمركز دبيدي دم الحبل السري طبعا المستانسين أزقرج الدكتورة لأن قابلك تقولي دكتورة تقولي لي لا إن شاء الله بأخذ الدكتورة فألف مبروك دكتورة فاطمة كل الشكر لك أحمد سلامة كان معنا في التنسيق في إعداد هذه الحلقة العزيز حسني البلاونة وأيضا في الإخراج عيسى سبيل هذه تحياتي محدثكم أحمد يوسف العليو نلقاكم مطلع الأسبوع القادم نتمنى لكم نهاية أسبوع إجازة نهاية أسبوع سعيدة وحتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي